هذا وتفقد الرئيس السيسي أجنحة معرض إيدكس 2023 حيث تفقد الرئيس السيسي جناح مجمع الصناعات الهندسية وجناحا آخر خاصا بالإنتاج الحربي الذي يتكون من 9 أو 59 منتجا منها المنظومات الكهربصرية حورس واحد ومنظومة الطائرات الهدفية عرابي وبعد ذلك تفقد الرئيس السيسي الجناح الإماراتي ثم توجه إلى الجناح المخصص للمملكة العربية السعودية تلا ذلك تفقد الرئيس لبعض النمذج للطائرات الحربية كما تفقد أيضا عددا من الأجنحة المختلفة للمعرض والخاصة بالدبابات والمدرعات